هكذا وبالأكثر جدا فإن كلمة الآب كلي الصلاح لم يتخلى عن الجنس البشر الذي خلقه بواسطته ولحظي هنا أكثر من مرة قديس أثاناسيوس يربط ما بين الخلق والفداء فالبشرية التي خلقت بواسطة الكلمة كان جديرا بها أن تخلص بواسطة الكلمة ليه المسيح الإبن هو اللي تجسد لأن الآب خلق الخليقة بالإبن فكان جديرا أن يخلصها أيضا بالإبن لم يتخلى عن الجنس البشر الذي خلق بواسطته ولم يتركه ينحدر إلى الفناء وقبل كده اتكلمنا عن حكاية الفناء أن الإنسان جاي من العدم اللي حفظه يعيش أنه على سورة الله إذا فقد الصورة هيرجع تاني لطبيعته اللي هي العدم اللي هي الفناء فقال ربنا ما كانش لائق بي أن يرى الإنسان بينحدر للفناء ويسيبه يروح للفناء زي أي أب في الدنيا شايف ابنه هيتعور وهو ممكن ينقزه مش ممكن ما يسيبه فلم يتركه ينحدر إلى الفناء بل أبطل الموت الذي حدث نتيجة التعادي احنا عندنا طبعا الآية اللي بتقول أجرة الخطية موت نتيجة التعادي حصل الموت فالمسيح جيه أبطل الموت بموته دايما في عيد القيامة وفي الخمسين بنهتف الذي بموته داس الموت بموته داس الموت فهو أبطل الموت بموته أبطله يعني إيه حاجتين الحاجة الأولى أن سلطان الموت وهيبته اتقسرت بسبب أن المسيح غلب وقام فيش واحد بيموت ويقدر يقوم فهنا الموت زي الوحش الكاسر اللي محدش قادر عليه الوحيد اللي قادر عليه هو المسيح فأبطل الموت وأهانه زي ما بنقول في التسبحة في قرب صالين أبطل الموت وأهانه لأنه بقاش ليه سلطان أي حد مننا كمسيحيين لما يجالنا الموت ولا ليه لازمة ولا ليه قوة ولا ليه سلطان ولا ليه خوف نقول له احنا عارفين أنت عارف زي الفار الصغير اللي يخوف السيتات أو ما تلاقي فار في البيت هتحس أن هي الدنيا خربت فييجي جزها يصطاده في ده ويموته لا خلاص ما تخفيش فجيه المسيح يصطاد الموت اللي كان فار بيخوفنا لكن هو فار فهو قادر يهزمه فأبطله الحاجة التانية أن الموت اللي كان بيخوف البشر ده كان من حقه يخوف لأن ليه سلطان علينا لأن احنا غلطنا انت عارف الواحد لما يكون مش غلطان ما يخفش يعني لما يكون مثلا فيه فيه واحد اتقابد عليه ظلم وتحط في التحقيق وهو فاهم وواثق أن القاضي عادل وأن برأته واضحة زي الشمس مش خايف مش خايف بيقعد بس قاعد متوتر عايزين نخلص من الحبسة اللي احنا فيه فالموت ليه سلطان على الإنسان لأن احنا غلطانين نستاهل نموت عشان حكاية ان احنا غلطانين نستاهل الموت معناها فيه حكم حكم الموت فجيه المسيح اخد الحكم ده في ذاته لما اتنفذ فيه الحكم فأصبح ما له السلطان اللي ليك اخدته انت ليك سلطان انت موتنا المسيح اخد الموت ده في جسده اللي هنا سميه ابطل الموت الذي حدث نتيجة التعدي بتقديم جسده الخاص حضرتك لسه ايلم شوية ان دي من ضمن التعبير اللي بيستخدمها القديس اثاناسيوس بكثافة جسده الخاص يعني ايه اللي هو اخده من العذرة مريم وهنا زي ما القديس اثاناسيوس بيعيد في الفصل اللي قبليه على طوله انا شايفه قدامه فيها صفحة المقابلة كان رائقا ان يقدم هيكله الخاص واداته البشرية فدية عن حياة الجميع ده في الفصل التاسع ده اه في الفصل التاسع وهنا جسده الخاص هنا بنأكد على ايه او قديس اثاناسيوس بيأكد فيه ناس كتير يفهموا ان احنا اتصلبنا مع المسيح يوم ما اتصلب ده ما حصلش لان هو اللي اتصلب جسده الخاص الذي يمثل الطبيعة البشرية كلها ليه بيمثل الطبيعة البشرية كلها انا ممثلش البشر كلهم بصفتي ايه يعني امثلهم لكن المسيح بس هو اللي يقدر يمثل كل البشر لانه فوق الجميع لانه هو الله المتجسد فلما مات بجسده الخاص كأنه الجميع ماتوا فيه ده اقولها كمان شوي يعني احنا لم نصلب لكن موتنا معه بالمعمودية بالمعمودية بقى مش يوم الصليب مش يوم الصليب لا ما يمكن اقول مع المسيح صلبت الموتة بتاعة المعمودية هي صليب لكن مش يوم الجلجوسة مش يوم الجمعة العظيمة مش يوم المسيح اتصلب في هذا اليوم كان المسيح وحده اللي اتصلب وهو قال كده في النبوة دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد واضحة جدا ومال إحنا زي موتنا معاك يقول في المعمودية وعشان كده أي إنسان مش متعمد ما أخدش الفايدة بتاعت صليب المسيح وإلا لين اتعمد لحظي مثلا لما جيه يعقوب ويحنى بيقولوا للمسيح عايزين نجلس واحد عن يمينك واحد عن يسارك قال لهم أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تستبغ بالصبغة التي أستبغ بها أنا فقال له نستطيع قال لهم فعلا الكأس هتشربوها والصبغة هتستبغوا بها الكأس هي الإفخارستية والصبغة هي المعمودية لازم نشرب الكأس ولازم نستبغ بالصبغة عشان نشترك مع المسيح في ألامه والكأس أصلا هي الألام والصبغة هي الموت بس احنا بنشترك فيها بطريقة سرائرية سرائرية مش سرية اللي هي أسرار الكنيس سرائرية mystical لأن أسرار الكنيس هي secret هي mystrion mystrion معناها حاجة مقدسة فيها أبعاد رائعة جدا احنا مش بنشوفها بعينينا يعني مادة منظورة قدامنا لكن الفعل غير منظور يعني على قد ما في حاجة احنا عارفينها لكن فيه أسرار وأعماق بتحصل جوانا واحنا مش بندركها بالعين فده اتحادنا بالمسيح في المعمودية والإفخاريستي لولا دول اللي عملوا المسيح في جسده الخاص مايفيدنيش وده اللي بيخلي القديس أثاناسيوس كل وقت شوية يقول لك جسده الخاص جسده الخاص لما قدم جسده الخاص كان نيابتنا عن كل أجساد البشر مش هيستفيد من هذه التقدمة إلا من يتحد بالمسيح في المعمودية في الخريستي الكأس والصبغة وبعدين يختم الفقرة دي بكلمة قوم إهمالهم بتعاليمه قوم يعني يخلى الحاجة مستقيمة بعد ما كان الإهمال دوت عوجاج جه يقومه بالتعاليم عشان كده المسيح كان بيعلمنا قبل ما يطلع على الصليب وغالبا ديها تيجي في الفصل الحداشر يركز على التعاليم وبقواتها الخاصة أصلح كل أحوال البشر طبعا أحوال البشر اللي إن عوجت بسبب الخطيئة كانت محتاجة أن هي تتصلح فهو لأنه هو الله الظاهر في الجسد له قوة يستطيع أن يصلح بها أي حاجة غلط إحنا عملنا ترجمة نانسي قنقر